قلتك هذه شماعة كانت قبل احنا كان كنا مجونين هذا الحقيقي قال بس لا هالموسم لا مو صحيح هالموسم كان امورنا المادية زينة وحتى ربا مضارة النافعة يعني اتنا الكورونا وايد العاب توقفت وهذا خلاننا احنا نكون فوكس بالعكس يعني كان فيه مكافآت حق اللاعبين يعني انا اتكلمك احنا كداعمين اليوم وكمجلس ادارة احنا دعمنا كل العاب الطائرة اخذوا مكافآتهم بالقدم المباريات ما بقل احنا ننزل بالملعب هذا مو شغلتنا وما الازمة القادسية فالتحديد ايه؟ انا اقول لك ازمة القادسية عشان اختصر لك ايها ازمة القادسية عندنا مشكلة خنقول الحرب اللي علينا من البرة ويمكن هما ما يقدروا يقولون بس انا اقولها الاتحاد الكويتي حربنا على الاتحاد الكويتي بس هم يظل هذي مشمعة مهما كان انا ادري انا خصمية بيشار علي وانا ادري نخصمية بي الحجة انا ما اعطي يرقبتي اوكي فهذه مو شمعة مثلا انا اقول لك الفعليا الواقع ان عندنا حرب شيء تأم ابيت سواء تجربة دينمركية او محكمة المطلقات اللي الحكم تاخذ انت اخر شيء وتبدل وتسوي على كيفك زي لان آنه عندنا حرب اوكي عشان جذي قادرنا ان نواجه ما عندنا مشكلة عندنا مشكلة ادارية ايه عندنا مشكلة ادارية فنية ايه عندنا مشكلة فنية انا من الناس اللي انا مع ترامي يعني قاعدت مع الاخوان ومع بضاري كانوا مقتنعين بالمدرب أنا واحد من الناس ما أنا مقتنع فيه كنت معنى صديق يعني وعزة يعني برسنل بس أنا أنا أقول لك كان عنده مشكلة في التدريب ومشكلتها في التبديلات وكانت واضحة والجمهورية يدري عنها أوكي هذه كانت مشكلتنا ولماذا مشكلتنا يعني ما رح طرع لك بدل نطوع قال لك والله أنا موما خضرات بي عشان شي ما لعبت عنا أكثر لعبينتنا يلعبون عشان الشعار هذا وادئنا هذي خلاص انتهت بس إلا الآن في نادي القاتسية عندنا هالخصوصية هذه وبرغم بكل ذلك احنا كنا في المباريات في الفوز كنا نطلع من المكافآت تدير ترجع للمجلس إدار وتسألهم